ضمن مشاركتها الأولى في مهرجان الشارق القراءي للطفل في دوراتها العاشرة أصدرت حملت سلامة الطفل أحدى مبادرات المجلس الأعلى لشون الأسرة بالشارقة بالتعاون مع دار كلمات إحدى شركات مجموعة كلمات المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال وبدعم من مبادرة ألف عنوان وعنوان التابعة لثقف بلا حدود أصدرت سلسلة من الإصدارات الجديدة الهدفة إلى تعزيز وعي الصغار بأساليب وأدوات تحفظ سلامتهم وتتضمن السلسلة ستة قصص توعوية تسهدف الأطفال والإبرايل للأطفال المكفوفين وضعاف البصر حيث نظمت الحملة في جناحها المشاركي في مهرجان الشارقة القراءة للطفل حفل توقيع الإصدارات ثلاثة وقالتها نادي صالح اليافعي مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشرقة رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل نتطلع من خلال شراكتنا مع دار كلمات إلى تقديم محتوى جاذب للأطفال يجدون فيه ما يغني معرفهم وتجاربهم